مجلس التعاون مختلف التكتلات الإقليمية ودولية وذلك من منطلق أهمية تعزيز التحالفات من أجل تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التطلعات المنشودة للشعوب في هذه الدول وتعتبر علاقة دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى علاقة مميزة شهدت نموا مستمرا على مدى سنوات من خلال الجهود المشتركة للارتقاء بهذه العلاقة وآخر مؤشرات هذا النمو كانت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى التي تعتبر القمة الأولى من نوعها بين التكتلين واحتضنتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لتسطر بذلك فصلا جديدا يسهم في الارتقاء والتطور للشعوب والدول وكان قد سابق هذه القمة عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في عام 2022 الذي أكد فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون التزامهم بتأسيس شراكة مع دول آسيا الوسطى بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة والذي شهد أيضا توقيع خطة العمل المشتركة للفترة من عام 2023 إلى 2027 وبالعودة إلى الماضي فإن الزيارات واللقاءات المشتركة على مستوى القادة والمسؤولين في البلدان المعنية كانت تأخذ منحا تصاعديا لتؤكد الرغبة الإيجابية المشتركة في تطوير العلاقات وشهدت أيضا توقيع اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات خاصة وإن كل تكتل يملك مزايا تتمثل في الموارد البشرية والطبيعية والموقع الجغرافي الذي يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب ليكون كل طرف مساهما في نمو الطرف الآخر